هاي الإنسانة ضيفتي المثال يحتزى به إذا كان الكلام عن الحلم مسابرة تحقيق المستحيل وطبعاً أنه الشخص يظل مسابر حتى يوصل للأحلام اللي هو حابب بيحققه عربي ألماني بودكاست لكل شخص بحب اللغة العربية والألمانية مرحباً أهلاً وسهلاً فيكم بحلقة جديدة من عربي ألماني أنا عامر والحلقة اليوم مع ضيفتي كتير مميزة والطريق اللي شأته لحتوصلت لعندي كان طريق كتير طويل وأنا في مقدمة صغيرة حابب أولى أعرف فيها عن هذه الضيفة العظيمة والعزيزة على عالية أو علياء كلهم هدون الأسماء وقت نسمعهم نفكر بالقمم وبتخيل أنا أنه لكل شخص في من اسمه نصيب هاي الإنسانة ضيفتي المثال يحتزى به إذا كان الكلام عن الحلم مسابرة تحقيق المستحيل وطبعاً أنه الشخص يظل مسابر حتى يوصل للأحلام اللي هو حابب بيحققه ضيفتي مو بس تشتغل بمجال معين اللي هو بالطب وإنما هي كمان عندها هواية أنه تثقف الناس عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي وهي كتير حدا يعني نشط على مواقع التواصل الاجتماعي إن كان عن طريق ورشات عمل للنساء العربيات بألمانيا أو عن طريق فيديوهات عن طريق اليوتيوب أو عن طريق الإنستغرام ومن فترة كمان أصيرة نزلت سلسلة لطيفة ظريفة للأطفال باسم صوفيا الباحثة الصغيرة وبيحكي عن كيف الشخص فيه يوصل للأطفال أفكار عن الطب عن الأمراض عن كل شيء بطريقة مختلفة بطريقة يعني باختصار طريقة غير ناشفة وإنما طريقة لطيفة مثل طريقة الألعاب أنا كتير مبسوط وكتير مفتخر وبصراحة إذا بدي أقعد أحكي الأشياء اللي هي عملتها بحياتي يمكن ما بخليها توصل لتحكي وبتكون خلصة الحلقة ونحن ما معنا كتير وقت لذلك دكتور عليك كيوان أهلا وسهلا فيك شكرا كتير عامر شكرا كتير على الاستضافة وعلى المقدمة رغم أنها يعني يعني أحيانا خليني أحكي أنا محبش لفظ عظيمة ما في حد عظيم العظمة دائما نحن نحكي لله تعالى أنا إنساني مثابرة بعترف بهالشي مجتهدة جدا تعبت على حالي كتير لكن ما برضا أني أكون أو أوصف بالعظمة يعني هاي كتير هذا المصطلح بيستفزني نوعا ما لكن أوكي يعني أنا يعني خليني أحكي بعترف ولازم أحكي لأنه هذا الشي ما فيه أخبي مثابرة يعني تعبت على حالي كتير من فترة لما أجيت على ألمانيا إلى الآن صاروا 17 سنة فبال17 سنة لما أرجع بالورا يعني أذكر الزمن بتخيل حالي كأني قضيت 35 سنة يعني دبل فلا فأنه هذا الشي خلينا نحكي المثابرة وطبعي من أنا صغيرة يعني دائما كان بابا يحكي لما أكون بدي شي بعمله يعني بظلي وراء لأعمله وبخطط مزبوط يعني تعلمت التخطير لأي شيء بدي أعمله وبعرف فيه صعوبات وأنا للأسف من النوع اللي ما بأخذ الشيء إلا لما تطلع عيني ما فيه إشي بالسهل يعني حتى جايي لهون نعم بصراحة يعني أنا يعني بوهلة من الوهلات تخيلت أنه المقابلة ما لحتتم لأنه عن جد يعني أنا يعني ما تخيل اللي أديتني شاكر أنه رغم كل الصعوبات اللي صارت أنك إجيتي ونحن هلا عم نصور حلقة يعني هاي شغلة كتير كبيرة بالنسبة للي دكتورة يعني أنا بالنهاية بغض النظر عن الصفات والكلمات اللي حكيت بتخيل أنه أنت مسابرة وشخص يعني الواحد لازم يحكي بصوت عالي أنك أنت مسابرة وانت من الناس اللي بيحتوز فيهم كتير من الناس ووصلتي لدرجات كتير من الناس اللي عم تدرس طب بشكل خاص ولي عم تدرس بشكل عام بياخدوكي مثال قدوة أوكي إذا الدكتورة عليك يوان وصلت لهاي المرحلة مع أنه هي زوجة وعندها أطفال فليش حتى أنا ما أوصل فهذا الدافع اللي أنت عم تعطيل للناس دافع كتير كتير بس للناس اللي ما تعرف دكتورة عليك يوان خيلي معي أنت بيحفل شواء وبشي شخص لعندك وبيقلك عفوا ممكن تعرفيني على حضرتك كيف تعرفي عن حالك بالمجتمع يعني بصفتك الشخصية بصفتك العملية وبشكل عام مين هي عليك يوان تمام هلأ بس بدي أوضح شغلة قبل ما ندخل بهذا السؤال أنا مش طبيبة أنا دارسة بالموليكيولار بيولوجي وبشتغل بمجال الطب يعني حتى أن الناس ما يداخل عليها الموضوع أنا لما أكون في أي إيفنت أو مكان اجتماعي لما حد يسألني بعرف عن حالي أنا عليك يوان أم عندي ثلاثة أولاد أردنية فلسطينية الأصل جيت على ألمانيا من 2002 تقريبا وحاليا بشتغل الباحثة في مستشفى هايدلبرج الجامعي يعني هذا اللي بحكي أنا في إيفنت اجتماعي لأنه يعني أنت لما تكون في إيفنت اجتماعي خلص تكتحكي إشي بسيط عنك حتى أنك أنت ما تحط حاجز أو أنه الشخص ممكن أنه ياخد فكرة غلط أو أنه مثلا أو أنت ممكن تعبر عن حالك بطريقة طب تكون أنت مبسوط على حالك أو مفترض أنك تكون مبسوط على حالك لكن ممكن الطرف الثاني ما بهمه أنت عمليا شو عم تعمل هو بهمه أنت كشخص ممكن أحكي عن هواياتي أنا كتير بحب أحكي عن هواياتي أنا بحب أقرأ كتير شو بنقرأ كتب مثلا إذا كان الشخص الثاني عم بيقرأ على طول مندخل مجال الكتب بحب أرسوم بحب كتير أمشي بالطبيعة يعني هاي الشغلات اللي أنا مع شخص ما بعرفه هيك بنحكي يعني إذا تطرق لموضوع العمل أنه والله يحكي واو ممتع بتشتغلي بالبحوث يحكي لي شو عم تشتغلي وقت هاي ممكن أنا أبلش أحكي لهم شو مجال عملي وشو طبيعة عملي وما إلى ذلك لكن قبل هيك يعني في كتير ناس أنا بكون معهم بإفنس ما بيعرفون أنا دكتورة بعرفوني كعليا أوكي يعني أنا ممكن أقول أني أنا بعرفك بشكل بسيط يعني وبتشرف في هذا الشيء وبسأل حالي دائما هذا السؤال هي الإنسانة جدول العمل تبعها اليومي وهذا جدول العمل بتراحها مو لشخص واحد وإنما لشخصين يعني فترى أنت كيف بتروحي على الشغل بتشتغلي وأحياناً بتعملي ساعات إضافية بالشغل وفي عندك العائلة وحتى في عندك كمان مواقع التواصل الاجتماعي يعني أنت تقريباً كل يوم أون يعني في عندك شيء بتحاولي تواصلي للناس يعني هاي مسألة الوقت في عندك سر يقيت لنا أول شيء هي شغلة تنظيم الوقت يعني هي أصلاً من الأساس يعني بتذكر منه من لما بديت دراسة هنا بالألفين وتمانية هي كانت أنه الفن كيف تنظم وقتك بين البيت وبين الدراسة هذا أول شيء وكان ولادي صغار اثنين كان كرم عمره ثلاثة سنين ونص وأحمد عمره سنة ونص فإنه أكيد الواحد لما يدخل على الموضوع لما يصير فيه عنده كتير مهام غير مهام إنه أمه قاعدة بالبيت مع الولاد بده يقع بمشاكل كتير ومن هاي المشاكل بده يتعلم كيف يعمل إدارة لوقته مع الوقت طبعا هذا بدي أحكي هلأ أصار 12 سنة من الوقت لما خلصت بديت الدراسة لأحديت الآن كيف بنظم وقتي أنا إنسان بصحبك كير كتير بصحبك كير يعني أنا خمس ونص ستة إلى ربع بكون صاحية ببلش طبعا بكون أنا يعني خلاص لازم أقوم أشرب قهوتي هذا أهم شيء في عنا قطة بالبيت كمان برضه بتكون على طول تستناني على الباب بدي أحط لها أكل أولادي بيكون عندهم مدارس كل واحد أنا بعرف على البرنامج أي ساعة لازم يصحى من النوم فببلش أدق باب باب أولادي التلاتة إنه يلا يعني حضر حالك أصحى طبعا قبل بليلة بكون أنا محضرة لهم كل غراضهم يعني محضرة لهم ملابسهم محضرة لهم شوفهم ياخدوا إذا بدهم ياخدوا سندويشات هلأ طبعا الكبار كبروا ما عاد ياخدوا سندويشات مثل زمان لانش بوكس فبنتي هلأ بلشت أدرب فيها إنه هي تعمل لانش بوكس لحالها بتقوم الصبح بكير بتعمل شو ما بدها هي يعني شو بدها تأكل بالمدرسة طبعا ما بلش واحد ورد تاني يطلع ممكن أنا أطلع مع حدا منهم لأنه طريقنا بالاشتراس نبان نطلع كلنا ممكن إنه أستنى يعني إذا أنا مش ناوي قبل الشغلة على التسعة إلا أنه أنا أحيانا بكون مثلا عندي سيمينار أو إشي زي هيك ممكن قبل أبدع العشرة أو إشي زي هيك فبهاي الفترة بكون شو فيه شغلات مثلا بالبيت بعملها وأنا عمالي بمشي يعني هاي الشغلة أوكي هاي بنحطها بالغسة عليه هاي نحطها بالجلة هاي إنه مثلا لما مثلا تيجي بنتي مثلا عندها درس موسيقى بدأ أكون بجهزة لها الكمان تاها على الجنب حتى إنها ما تنسى دفتر الكمان وهالقصص هاي طبعا زوجي بطلع كمان على الشغل بصحة يعني هو كمان مش قبلي أنا دائما أول واحدة بصحة منطقي تقريبا قلع نقول فطبعا هو بصحة يعني إنه يعني بطلع بروحة المكتب هو كمان طبيعة شغل جوزي مارن فبالتالي إذا أنا نزنأت بالوقت أو كان فيه شغلات للولاد هو بيعملها يعني نظمين يعني فيه مثلا حدا بياخد عن حدا يعني خصوصا مثلا موضوع اللي عندنا الرياضة يعني فيه عندي ابن ملتزم بكرة القدم كتير فهذا مثلا كل مبارياته والده هو اللي برافقه يعني مثلا عنده تدريب لأنه كله بالسيارة مش قراب علينا الأماكن فلازم إنه طبعا إنه زوجي هو يكون طبعا بروح الشغل ببلش شغلي تسعة تسعة ونوص هيك يعني بهالوقت غالبا يعني برضو أنا ماشي بكون أخدت اللي فنجان قهوة معي على المكتب وبعد ما ببلش أشوف شو فيه عندي بكون طبعا أنا عندي أجندة حاطة عليها كل list to do شو لازم أعمل فكل شغلة مثلا بشغلي إنه أنا عملتها تيك خلصت تيك خلصت يعني فهيك ما بخلص النهار بكون أنا يعني بتخيال القائمة كتير طويلة ما هي دايما خصوصا مثلا إميلات يعني عارف لأنه أحيانا بتكون في إميلات لازم ينرد عليها وبدها وقت الواحد ليفكر يرد عليها وما إلى ذلك بكون فيه شغلات لازم مثلا بدي أروح أجيب وراء أو مثلا في حدا بدي أقابل بالشغل أو ما إلى ذلك فهي الشغلات لازم أنا إذا ما حطيتها هيك بنسى يعني زمان كانت ذاكرتي لسه أحسن يعني هلأ أثرت بلشت أحكي إنه كتر المهام بتخلي الواحد أحيانا إنه ممكن يغيب عنه شي وخصوصا إذا للشغل ما بيقدر الواحد إنه يتغاضى عن شغلات لأنه أي شيء يحسب عليك للأذن والشغل مع الألمان مش سهل يعني فأي شيء بتكون أنت كمان تحت الفوكس يعني كل شغلة دازم تكون بيرفكت دقيقة تماما وهم بيعرفون يعني إنه خلص أنا دقيقة بالشغل فكل شيء بمشي هلأ بس أخلص طبعا وأنا بالشغل بكون عقلي مع أولادي كمان هلأ كأم طبيعي هلأ وهلأ أحمد برجع من المدرسة فأنا برين التليفون إنه وصلت للبيت أوكي يعني شو إذا جعان هاي الأكل بالتلاجة طوله سخنه يعني بكون فيه أكل دائما أنا بطبخ على يومين يعني كمان وإذا بطبخ على يومين وطبخها خلصت بعمل أكل بالليل حتى إنه يضل لتاني يوم واو واو يعني السؤال اللي بيطرح نفسه وقت بالليل تغيري أوعيكي وخلص النهار بدك تحطي راسك على المخدة وبدك تنامي كيف يكون شعورك تعودت هي شغلة تعويد صدقني مش إنها مش إشي خارق يعني أنا اللي ما أروح من الشغل يعني أنا بروح تقريبا أربعة يعني أربعة وخمسة هيكي يعني حسب إذا ما كان فيه طبعا أشياء إذا كان فيه يعني هاي دائما بيكون خليني نحكي أو سنام يعني بيكون دائما عندي أو استثناءات بيكون والله فيه عندي شي تأخير أو شي زي هيك لكن غالبا بروح بهذا الوقت بحرص إن أروح بهذا الوقت وببلش بروح بهذا الوقت إذا كان ولادي متغدين فأنا هيك ريحوني فما رح أحط غداء بكل إنه كل واحد بيجي لحال فعلى طول بحط غداء وبيأكل بشوف بتأكد إنه كلهم بلشوا يعملوا الواجبات المدرسية تاعتهم إذا بشوف إذا فيه شغلات ناقصة بالبيت بطلع على السريع بروح بجيبها لأنه قريب الأينكاوف سنتروم قريب علي وبعدين آه بعدين ببلش طبعا فأنا مثلا كمان إنه مثلا بكون عم بشتغل وإذا كان فيه عندي موعد مثلا عالتليفون وأنا عم يعني بشتغل في المطبخ بكون حط سماعة التليفون وبخلص موعد التليفون بكون بجهز مثلا أكل لتاني يوم بتكون مثلا الغسالة شغالة بنفس الوقت إذا فيه للولاد غسيل وما إلى ذلك فبعدين يعني الحديد الساعة عشرة تقريبا بالليل بيكون كل شيء تمام كل شيء تبتب كل شيء خلص وخلال هالفترة خصوصا آه أنت سألتني عن السوشال ميديا السوشال ميديا أنا بالمواصلات أنا هلأ أنا هلأ بدي أجي لهذا السؤال ولكن في عندي كم سؤال قبله يعني و بصراحة أنا من فترة قريت دراسة عن موضوع الملتي تاسكين يعني إنه من زمان كانت ناس تقول إنه الشخص اللي بيقدر ينجز أكتر من مهمة بنفس الوقت هو شخص عبقري بصراحة أريت هاي الدراسة يعني تقريبا معمولة صلى عشر سنين بشكل مطول يعني و وصلت ل نتيجة إنه الناس اللي بتشتغل أكتر من شغلة بنفس الوقت أنا ما عم نقول عن الشغلات اللي ممكن الواحد يساوي أفع بعض وإنما بنفس الوقت بنفس الوقت ممكن ممكن ترهق الزهن لمدى بعيد يعني ممكن تأثر على زهن البني آدم وخاصة بالتركيز بنقطة التركيز يعني تمام صحيح فكيف كيف كيف الدكتورة عالية يعني بتشوف هذا الموضوع وانت كيف بتحولي لا أكيد انت بتحس ضغط يعني ما بحكي لك إنه ما في ضغط وإنه ريلاكس لا هالحكي مش صحيح يعني بنهاية إنه في شغلات بتحس إنه يعني يعني بيتجيني مرحلة بحكي أنا ما عاد فيني فأنا في هاي الفترة إذا بحس فعلا أنا تعبانة يا إنه بعمل خلص باخد نص ساعة لإلي يعني خلص هيك يا إنه مسلا بقعد برتاح نص ساعة ولا إشي يعني لا ما في ولا أي مصدر إزعاج بس هيك للتملي تماما بالضبط بس هيك ما أفكر ولا بشي يعني أو إنه بحمل حالي وبطلع أمشي يعني بمشي بمشي ساعة فأنا برجع خلص إنه أنا جدد الطاقة يعني هاي يعني يا هيك يا هيك فهذا الشي فعلا إنه بتحس إنه أنت جدد الطاقة أنت رتحت ريحت ربع لك شوي أهم إشي أهم إشي هذا اللي أنا صراحة أنت علمته من زمايل الألمان لأنه أنا زمان أولا ما كنت أشتغل أستغرب إنه زمايل الألمان بعد الشغل بيحمل شندته الرياضة وبيطلع إنه اللي بتروح فروسية اللي بروح على الفتنس اللي بروح مثلا عنده تينس أو ما إلى ذلك فأنا كنت زمان أسألهم هالحكي طبعا 2014 وإشي زي هيك فأنا أقولهم إنه ليه أنتوا منوابش يكون قوة تعملوا هذا الشي بعد الشغل يعني فهو بقول لي عشان نقدر نعمل توازن لأنه بعد هذا اليوم المرهق لما أنا أطلع أعمل رياضة فأنا بفرغ الضغط اللي كان فيه نعم فأنا فعلا وقتها إنه أوكي أنا يعني بسمع بس أنا بحب أجرب نعم ففعلا أنا وقتها ذاكرة بهذه الفترة التزمت بفتنس وصرت فعلا إنه قبل ما أروح على البيت أروح على الفتنس ساعة وفعلا أرجع بنفسي جديدة هو بالنهاية هذا الشي كمان نفسه نفس الموضوع أنه أنت بتروحي مثلا تتمشي أو بتروحك تعدي بالنهاية أنت عم تفرغي طاقة ولكن عم تشحني طاقة إيجابية أهم شي أنك أنت تكون حريص أنك ما تفكر بأي شي عكري مزاجك ما تفتح ما تفتح سوشال ميديا مثلا ممكن يجي تشوف خبر ما يعجبك حتى لو مثلا رن عليك شخص بتحس أنه هذا الشخص ممكن يعطيك طاقة سلبية بنوء كتير أو ما إلى ذلك كمان ما تعطي مجال يعني خلص أحاول أنك تعطي لحالك إجازة في اليوم ولو نص ساعة وهالنص ساعة عن جد بتفرق كتير وبعدين الواحد بيرجع مرة تانية يحاول يرتب أموره وإذا كان الإنسان تعبان عن جد تعبان خلص يرتاح خلص أنا بسكر بتجي دي مرحلة بسكر كل شي وبرتاح خلص أنا اليوم هذا الشي يعني ما عاد فيه أعمل شي بدي أرتاح نعم بس يعني هذا الشي ميش كتير بيجي لكن بس أحيانا إذا كان يوم مضغوط من الأساس من الأول مبلش ضغط فهذا الشي أنه لا رح يجي وقت لازم أرتاح ترجمة نانسي قنقر